بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وابناتي اعزائي طلبة الصف الخامس العلمي اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات واحنا اليوم في الفصل الثاني وفي موضوع المتتابعات وراح نعرف شنو المتتابعات وشنو انواع المتتابعات كلها راح ندرسها ان شاء الله اذا الله خلانا طيبين بالتفصيل زين وريد نعرف المتتابعة يعني من اسمها متتابعة تجي لما تسلسلة ارقام متتابعة شي بعد شي شنية المتتابعة المتتابعة يا شباب المتتابعة المتتابعة نعرفها وهي دالة مجالها زت موجب مجالها مجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة المتتابعة وهي دالة مجالها زت موجب مجموعة الاعداد الصحيحة وهي ايضا وهي دالة غير منتهية دالة غير منتهية او تسمى متتابعة ايضا وتسمى متتابعة غير منتهية زيان اما المتتابعة اما المتتابعة المنتهية والتي تكون او التي تنتمي الى زت موجب وتبدأ بالواحد يعني بكلام بسيط المتتابعة عندنا نوعين متتابعة منتهية اللي مجالها هو زت موجب عفوا المتابعة غير منتهية ومجالها هو زت موجب والمتتابعة المنتهية اللي تبدأ من الواحد وايضا هو مجالها زت واحد يعني مثلا اللي مثلا مجموعة ناصرها هي واحد اثنين ثلاثة اربعة هذه هي يعني خمسة زين هذه سموها عفوا تسمى ايضا ممكن مجالها لانه هذا ينتمي الى زت موجب زين لكنه اكو حيانا المتابعات ما صير عندنا مثال وتكتب المتتابعة وتكتب المتتابعة تكتب المتتابعة بهذا الرمز هذا الرمز المتتابعة فاصلة انصر انصر اخر انصر اخر وهذا هالشكل ممكن تكتب المتتابعة اكو حد اول وحد ثاني مثال لو ناخد مثال ونعرف يقول مثال واحد يقول لتكن لتكن افل الان يساوينا واحد على ان حيث ان تنتمي الى زت موجب اكتب المتتابعة نشوف هذا المثال يا شباب لتكن افل الان دالة تساوينا واحد على ان حيث ان تنتمي الى زت موجب اكتب هاي المتتابعة حتى نكتب هاي المتتابعة يعني افل الواحد نقول له يساوينا واحد على واحد ويساوي نجقة واحد افل الثنية ويساوينا واحد على اثنية افل الاتلاثة ويساوينا واحد على اثنية افل الاربع وهكذا واحد على اربع وهكذا الى نوصل افل الان ويساوينا واحد على ان فنريد نكتب هاي المتتابعة 1.5 1.3 1.4 إلى 1.4 وكتبنا هاي المتتابعة اللي هاي القاعدة الاختران والدها ومجالها زف موجب يعني هنالا الارقام هاي نفسها متمام ناخد مثال اخر يا شباب ناخد مثال اخر يقول مثال ثاني يقول لتكن F للان تساوينا N تربيع زايدا واحد و N تنتمي إلى المجموعة واحد اثنين ثلاثة إلى 20 اكتب المتتابعة طيب خلي ببالك وليدي اي متتابعة لازم مجالها هو زف موجب او مجموعة جزئية من زف موجب بس بشرط تبدي بالواحد هذا هو الشرط الأساسي لتكن هذه هي القاعة الاختران F للN هذا المثال F للN يساوينا N تربيع زايدا واحد المجموعة ما تتبدي واحد اثنين ثلاثة إلى عشرين فانا وجدنا F للواحد راح يساوينا واحد تربيع زايدا واحد ويساوينا اثنين F للثنين ويساوينا اثنين تربيع زايدا واحد ويساوينا 4 زاد 1 ويساوينا 5 F للثلاثة ويساوينا 3 تربيع زاد 1 ويساوينا 9 زاد 1 ويساوينا 10 إلى أن نوصل F للعشرين ما راح يساوينا 20 تربيع زاد 1 20 تربيع يساوينا 400 زاد 1 ويساوينا 401 إذن حتى نكتب هاي المتتابعة راح نبدي F للواحد راح يساوينا 2 لحد الأول كأنما والخمسة والعشرة إلى آخر حد هو 401 ونغلق المتتابعة لو شويا شباب يعني نلاحظ هاي المتتابعة هاي المتتابعة بدت بالحد الأول وانتهت بآخر حد 401 ونلاحظ هاي النقاط هاي المتتابعة هاي المتتابعة بدت بالواحد بس منتهت لأنه أكو فوق الأن هو أنزع دن واحد هاي المتتابعة يسموها غير منتهية وهاي المتتابعة يسموها منتهية لأنه هنا المجال ماتي للعشرين إذا نحاول نميز بأن المتتابعة المنتهية هذه وهذه متتابعة غير منتهية لأن مجالها كله زاد موجب أرجو أنه يكون ركز نأخذ مثال آخر يا شباب يقول لتكن مثال لتكن F للأن يساوي أن حيث أن ينتمي لأ هل هذه متتابعة زي هنانا ديسل هذا المثال ديسل لتكن F للأن يساوي أن شنو أن أن تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية هل هذه متتابعة نرجع ونشوف أصل متتابعة نرجع هنانا شوي وهي دالة مجالها زت موجب أو مجموعة جزئية يعني تنتمي إلى زت موجب وتبدأ بالواحد نرجع هنا للسؤال نهائي لا ننسى نرجع للسؤال N لازم تنتمي إلى R و R هي مثل ما تعرفون حضراتكم هي مجموعة الأعداد مجموعة الأعداد الحقيقية ومجموعة أحدها الحقيقية بها الموجب وبها السالب وبها الصفر إذن هل هذه تمثل متتابعة كلا لا تمثل متتابعة ليش لأن ال N لا ينتمي يعني فقط ينتمي إلى R عفوا ينتمي هو ل R ولازم أن ينتمي إلى زت موجب يالله نقول عليها متتابعة نقدر نحكم عليها بس نخلي لك ملاحظة هنا نعش يا أولدي ملاحظة إذا لم يذكر في السؤال إذا لم يذكر في السؤال مجال المتتابعة إذا لم يذكر أنه بالسؤال مجال المتتابعة فيعتبر فيعتبر هو زت موجب إذا لم يذكر بالسؤال مجال المتتابعة فيعتبر هو شنوه زت موجب بس إذا ذكر نشتغل عليه وخارج هذا فهي ما تعتبر متتابعة لأنه N لازم تنتمي ل R وإحنا N لازم تنتمي إلى زت يالله تكون متتابعة طيب نريد نعرف شنو الحد العام للمتتابعة وشلون نوجده الحد العام للمتتابعة الحد الحد العام للمتتابعة أو ما يسمى ما يسمى بالحد النوني المتتابعة تحتوي على عدة عناصر أي متتابعة تحتوي على عدة عناصر يعني مثلا هذا الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث إلى يول الن وممكن تستمر فأي واحد من أدهن ممكن يكون هو الحد النوني زيان فمن نريد يعني يرمز للحد النوني أو يسموه الحد العام الحد العام هو يساوي نا يول الن الحد النوني أو الحد العام للمتتابعة هذا راح يشتغل علي وناخد أمثلة بشكل آخر مثال يقول أكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتابعة التي حدها العام سالب واحد وسأن على أن أكتب الحدود الخمسة اللي هذا هو حدها العام أو القانون أو الدالة اللي تربط حتى نكتب الحدود الخمسة الأولى فنقول يول الواحد يول الأن يساوي السالب واحد وسأن على أن زيان يول حد الأول شي ساوي السالب واحد وسواحد على واحد ويساوي السالب واحد على واحد ويساوينا سالب واحد الحد الثاني ليش بدينا بالواحد لأنه احنا لا ننسى أنه الحد العام تبدأ المتابعة بالواحد اثنين يساوينا السالب واحد أس ثنين على اثنين ويساوينا سالب واحد تربيعه واحد على اثنين هذا الحد الثاني حد الثالث شو راح يساوينا سالب واحد أس ثلاثة على ثلاثة ويساوينا سالب واحد على ثلاثة الحد الرابع ويساوينا سالب واحد أس أربعة على 4 ويساوينا 1 على 4 والحد الخامس سالب 1 ويساوينا سالب 1 على 5 إذن نكتب الحدود الخمسة الأولى المتابعة هذا رمز المتابعة الحد الأول سالب 1 حد الثاني يطلع لي نصف الحد الثالث يطلع لي سالب 1 على 3 حد الرابع 1 على 4 والحد الخامس سالب 1 على 5 هو يريد الحدود الخمسة الأولى فقط يعني متابعة نحن نقاط واستمر وكتبنا الحدود نأخذ مثال آخر بشكل مختلف يا شباب يقول مثال يقول اكتب الحدود نعم الخمسة الأولى بس يعني هو مجالنا يعني ايه كتبنا الخمسة الأولى يعني ممكن يعني تكدهيها إذا كانت المجال ماتي موجود بس المجال هو زت موجب ما لا علاقة اكتب الحدود الستة الأولى للمتتابعة التي حدها العام يو ان يساوينا اثنيا اثنيا هذه إذا كان ن فردي وسالب ن على أربعة إذا كان ن زوجي شوف هذه احنا قلنا المتابعة هي دالة بس دالة بشرط شرط أنه يكون مجالها ينتمي إلى زت موجب أو مجموعة جزئية من زت موجب ويبدأ بالواحد هنا يقول لي اكتب لي الحدود الستة الأولى فقط للمتابعة التي حدها العام يو ان يعني تاخذ احتمالين هاي الدالة أو صورتين لما تكون فردي مجالها اثنيا وما تكون زوجي سالبا على أربعة فنجي احنا بما انه راح نجي حد الأول حد الأول ساوينا والأول فردي إذا شي ساوينا اثنيا زين الحد الثاني الاثنيا زوجي لو فردي يساوينا السالب أربعة على أربعة ويساوينا السالب واحد الحد الخامس الخمسة فردي راح ياخذ الثابت اللي هو اثنيا زين والحد السادس زوجي سالب ستة على أربعة ويساوينا سالب ثلاثة على اثنين قبل ما أنهي هذه دالة أو هذه المتتابعة هذا هو الحد لعمالتها بصورتين الاثنين هذه صورة الأعداد الفردية ون ناقص سالب ن على أربعة يأخذ صورة الأعداد الزوجية أو المجالك الأعداد الزوجية وهنا مجالك الأعداد الفردية هذه أرجع وأقول المتابعة مثل ما حتشين أو قلنا المتابعة هي دالة ومجالها مجموعة الأعداد الصحيحة هنا الدالة هذه بها صورتين الدالة بها صورتين الثنين تأخذ صورة الأعداد الفردية والسالب ن على أربعة يأخذ صورة الأعداد الزوجية فأجينا من عوض الواحد الواحد فردي صورتها الثنين الدالة الثابت الثابت نفسه من ناخد الثنين نعوضها هنا فصالت نص وهكذا بالنسبة لثلاثة أخذت الثابت واحد إذن هسا من نكتب الحدود الستة الأولى الاثنين هو حد الأول والحد الثاني سالب نص والحد الثالث يساوينا اثنين والحد الرابع يساوينا سالب واحد والحد الخامس اثنين والحد السادس سالب الثلاثة على اثنين ويم没有 انه独立 فقط الحدود الستة الأولى التي تكتبنا البقية غلقنا بعد ما صارت عندنا ست حدود يقول مثال اخر همنا على نفس الصورة حتى يعني تكمل هاي الصورة مثال يقول اكتب المتتابعة يولي الان حيث يولي الان يساوينا واحد صورتيا ايضا واحد على ان تربيع حيث ان اصغر او يساوي خمسة وياخذ هاي الصورة الفردي وان زادا واحد حيث ان اصغر او يساوي ستة زيان وتاخد فقر الزوجة نشوف هذا المثال يا شهر والدي نشوف هذا المثال اللي عندنا يقول اكتب المتتابعة يولي الان حيث حد العام ايضا تاخد صورتين الصورة واحد على ان تربيع تاخد الاعداد الفردية وحدودها اصغر او يساوي خمسة يعني ابعد شي اقدر اوصل لخمسة والصورة الثانية لحد العام هو ان زادا واحد وياخذ الصورة الزوجية وان تنتهي بالاصغر او يساوي ستة يعني ابعد شي اقدر اوصل لستة طيب حتى نوجد لحد النوني لحد الاول والاول هو فردي اذا ورح اطبقه رح اطبقه هنا اللي هو واحد على ان تربيع واحد على واحد ويساوينا واحد طيب الحد الثاني او الاثنين اللي اخذ هذه المجال عدي هو من واحد راجع صعودا الاثنين بزوجيا ورح اطبقها بهاية الصورة اللي هي ان زادا واحد ويساوينا اثنين زاد واحد ويساوي ثلاثة الحد الثالث والحد الثالث أو أنصر المجال عدي ثلاثة ثلاثة فردي إذن واحد يصير واحد على تسعة الحد الرابع وهو زوجي إذن نحن يطبق هنا أربعة زائد واحد ويساوينا خمسة الحد الخامس اللي هو فردي يصير واحد على خمسة وعشرين والحد السادس اللي هو زوجي رح يصير ستة زائد واحد ويساوينا سبعة أرجو أنه يكون وصلت الآن الصورة هنا هاي الدالة بها صورتية الصورتية عندنا الصورة الأولى واحد على أن تربيع وتاخذ القيم الفردية اللي هي أصغر من خمسة مجالك أو مجموعة التعويض ماتك والصورة الثانية اللي هي أنزل واحد اللي تاخذ الزوجية ومجالها أن أصغر أو يساوي ستة فمن كان يجينا المجال ماتي يعني هو المجال ماتي هذا مثلا خلي نقول واحد يبدي واثنيا وثلاثة وأربعة وخمسة وستة هذا المجال اللي عدي عن مسموح اللي هنا فالواحد فردي عوضت بالفردي والاثنيا زوجي عوضت بالزوجي وعلى هالأس أساس حتى نكتب المتتابعة هذه نكتب الحد الأول واحد على أنتربيع طرعلي واحد والحد الثاني كان ثلاثة والحد الثالث ايجي قد عدنا واحد على تسعة والحد الرابع يساوي لنا خمسة والحد السادس أفوا واحد على خمسة وعشرين والحد واحد على سبع عفوين سبع زين هذا الحد الثالث كتبناها وكتبنا المتتابعة وأصبحت أيضا متتابعة وانتهي هنا لأنه محدد مجالي أن أصغر أو يساوي ستة وهنا أصغر أو يساوي خمسة بس أصغر من خمسة أخذنا فقط الفرديات وأصغر من ستة أخذنا فقط الزوجيات اللي عوضناها بهذه الصورة زين أموما نأخذ مثال أخير حتى ورها نشوف يقول يقول أكتب مثال أكتب الحدود الثلاثة الأولى نعم من المتتابعة التي حدها العام يقول لأن يساوي أربعة هنا هذه الحدود الثلاثة الأولى من المتتابعة وهذه المتتابعة وهذه المتتابعة تسمى بالمتتابعة الثابتة التي تحتوي على عنصر واحد نبطينا من الطيق ثابت إيجا قد ما تعوض يبقى الثابت نفسها فالتلوث حدود الأولى هي نفسهم وهذه المتتابعة يسمى المتتابعة الثابتة الثابتة اللي أريدنا نعرفها وشفنا إذن المتتابعات عندنا أنواع يا شباب المتتابعة المنتهية والمتتابعة الغير منتهية ومجالنا دائما هو زت موجب أو أجزاء الزت الموجب بس يبدي بنيا بشرط يبدي من الواحد وبالترتيب وشفنا المتتابعة منتهية ومتتابعة غير منتهية ومتتابعة ثابتة أبنائي طلبة الصف الخامس هذا ما سمح بوقت الدرس لهذا اليوم استودعكم الله أمل أن نلتق بكم في درس قادم جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة